بعد مركعنا علشان نقارن هنكتب الكسرين بنفس الصيغة فممكن نكتب الكسر خمسة على عشرة على صورة كسر عشري فهيبقى خمس أجزاء من عشرة بالشكل ده والكسر الثاني اللي هو تلاتة وسبعين من مية هنكتبه أو هو مكتوب بالصورة العشرية بالشكل ده طبعا علشان نعرف مين الإزازة اللي فيها كمية أكتر هنقارن بين الكسرين اللي قدامنا فهنبص طبعا زي ما تعلمنا أن احنا هنبص الأول على العدد الصحيح هنلاقي العدد الصحيح هنا صفر وهنا صفر يبقى هننتقل للأجزاء من عشرة اللي هنلاقي هنا الجزء من عشرة خمسة والجزء من عشرة هنا سبعة وبالتالي الكسر تلاتة وسبعين من مية أكبر من الكسر خمسة من عشرة يعني كمية الزيت اللي في الإزازة التانية هي اللي أكتر من الكمية اللي في الإزازة الأولى بعد ما شفنا أمثلة كتير عن مقارنة الكسور الاعتيادية والعشرية تعالوا نزود مهاراتنا في الحل ونشوف مسائل أكتر من خلال جزء التدريب اللي موجود في النسخة الرقمية من الكتاب على بنك المعرفة وطبعا نقدر نوصله من خلال الكود اللي ظاهر قدامنا دلوقتي واللي هنلاقي فيه خمس مسائل تعالوا نشوفهم أول تلات مسائل اتدربنا عليهم كتير في درسنا النهاردة تعالوا نحل مع بعض رقم أربعة وخمسة في رقم أربعة بنعرف إن أمل أكلت ست أجزاء من عشرة من طعامها وأكل أخوها أربعة على عشرة من طعامه عايزين نعرف مين اللي أكل أكتر تعالوا نكتب الكسرين في صورة كسر عشري علشان نقدر نقارن بينهم أمل أكلت ست أجزاء من عشرة يبقى مكتوبة ستة من عشرة أخوها أكل أربعة على عشرة يعني أربع أجزاء من عشرة بالشكل ده وطبعا ملاحظين إن الستة أكبر من الاربعة يبقى نقدر نقول إن أمل أكلت أكتر من أخوها في المسألة رقم خمسة بنعرف إن منزل بدرق بيبعد أربعة واربعين من مية من الكيلو متر من المحل ومنزل فاتن بيبعد أربعين على مية من الكيلو متر من المحل السؤال مين فيهم هيمشي مسافة أكبر علشان يوصل للمحل علشان نقدر نحدد مين هيمشي مسافة أكبر يبقى لازم نقارن بين المسافتين المسافة بتاعت منزل بدر والمسافة بتاعت منزل فاتن هنكتب الكسرين أو العددين في صورة عشرية العدد الأولاني كان أربعة واربعين من مية والعدد التاني أربعين من مية فهكتبوا بالصورة العشرية هيبقى أربعين جزء من مية وتعالوا نقارن بينهم زي ما تعلمنا إن العدد الصحيح في الاتنين هنا صفر وهنا صفر طيب الجزء من عشرة هنا فيه أربعة وهنا فيه أربعة يبقى ننتقل للجزء من مية هنلاقي هنا أربعة وهنا صفر وبالتالي طالما الأربعة أكبر من الصفر يبقى المسافة دي أكبر من المسافة دي وبالتالي هنقدر نقول أني بدر هو اللي هيمشي مسافة أكبر علشان يوصل للمحل تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن